بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين بعد أن تكلمنا في الحلقات السابقة على الآيات من قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ووقفنا عند قوله فلا وربك لا يؤمنون فهذا ترتيب على ما سبق وبيان تكذيب المنافقين في دعواهم الإيمان مع أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهذا شامل لكل من أعرض عن شرع الله وحكم غيره فإنه حكم الطاغوت في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة وأن من فعل ذلك فليس بمؤمن وقوله تعالى فلا وربك لا هذا رد لقولهم لقولهم إنهم من أهل الإيمان ودعواهم الإيمان وأنهم لم يتعمدوا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا رد لدعواهم وإفطال له ثم أقسم سبحانه بنفسه فقال وربك هذا قسم من الله جل وعلا والله جل وعلا يقسم بنفسه ويقسم بما شاء من خلقه أما الخلق فإنهم لا يحلفون ولا يقسمون إلا بالله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهنا يقول فلا وربك هذا قسم من الله جل وعلا بنفسه لتأكيد ما يأتي بعده وهو قوله لا يؤمنون هذا جواب القسم ونفي لدعواهم الإيمان ومع أنهم لا يتحاكمون إلى شرع الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته هو التحاكم إليه وأما بعد وفاته فواتحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي كتاب الله وسنتي قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني ما حصل بينهم من الاختلاف والتشاجر فإن ذلك إنما يحسموا بالتحاكم إلى كتاب الله والسنة رسوله كما في قوله تعالى في الآية السابقة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل حتى يحكموك فيما شجر بينهم وهذا يعم كل شجار صغيرا كان أو كبيرا وسواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملات أو في الأخلاق والسلوك فإن تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم عام في كل نزاع صغيرا كان أو كبيرا وفي هذا أيضا ما يدل على حجية السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن تحكيمها تحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال جل وعلا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت رتب الإيمان على هذه الأمور أولا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا أن المتحاكم لا يجد في نفسه حرجا مما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوقضت به سنته فإذا فإذا حكم الله أو رسوله على أحد فإنه يرضى بحكم الله عز وجل ولو كان الحكم صادرا عليه كما في قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون أما المنافقون فإنهم إن كان الحكم لهم فإنهم يذعنون له ويرضون به وإن كان الحكم عليهم فإنهم لا يرضون به ولا يذعنون له هذه صفة المنافقين أما المؤمن فإنه يرضى بحكم الله ورسوله سواء كان له أو عليه ولا يجد في نفسه حرج حتى ولو لم يتلفظ حتى ولو سكت ولم يتلفظ فإذا كان في نفسه حرج مما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم وتضايق مما قضى به الرسول وكراهية فإن ذلك يدل على عدم إيمانه لأن المؤمن لا يجد في نفسه الحرج مما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فإذا وجد الإنسان في نفسه كراهية لما أنزل الله فهذا يحبط عمله وهو ردة عن الإسلام ومن نواقض الإسلام هذه الصفة الثانية الصفة الثالثة يسلم تسليم يعني ينقادون انقيادا تاما وينفذون شرع الله بدون تباطع وبدون تلكع بل ينفذون ينفذون فلا يكفي الحكم الحكم الشرعي بل لا بد من تنفيذه والمبادرة بذلك ويسلم تسليما فهذه الأمور الثلاثة لا بد منها لمن يدعي أنه يؤمن بالله ورسوله الأمر الأول تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل نزاع وفي كل خصومة لأن الله بعثه حكما بين الناس وأنزلنا إليك الكتابة لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله الرسول حكم بين الناس حيا وميتا عليه الصلاة والسلام هذه الصفة الأولى الصفة الثانية أن تطمئن قلوبهم بذلك ولا يجدون في نفوسهم تضايقا وحرجا من حكم الله ورسوله لأنه خير لهم عاجلا وآجلا فهم وإن كان فيه نوع من الحرج عليهم في العاجل فإن عاقبته حميدة والصفة الثالثة لانقياد والتسليم لحكم الله ورسوله وعدم التلكؤ والتباطؤ في تنفيذه تلك هي الخصال التي رتب الله عليها الإيمان ونفى الإيمان عما سوى من اتصف بها ولذلك قال فلا وربك لا يؤمنون هذا نفي فينتفي الإيمان مع انتفاء هذه الصفات أو بعضها ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر